حديث رئيس الجزائر عبد المجيد تابون حول فتح حدود الجزائر مع مصر لدخول الجيش الجزائري إلى غزة قد أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية واعتبر البعض هذا التصريح مجرد خطاب استهلاكي شعبوي يأتي ضمن حملته الانتخابية بغرض جذب الدعم والتأييد من بعض الفئات الشعبية تلك التصريحات التي تدور حول قضايا ساخنة مثل القضية الفلسطينية غالبا ما تكون جزءا من استراتيجيات السياسة الداخلية للقادة السياسيين حيث يسعون لاستغلال تلك القضايا لجذب الانتباه والتأييد من المهم أن نفهم أن الخطاب السياسي يمكن أن يكون استراتيجيا وأحيانا يكون تصريحا لغرض تحقيق أهداف سياسية داخلية وبالتالي يجب على الجمهور تقييم تلك التصريحات بحذر وفحصها بعمق لفهم الرسالة الحقيقية وراءها في النهاية يجب على القادة السياسيين أن يكونوا حذرين في استخدام التصريحات العلنية حول القضايا الحساسة وأن يكونوا صادقين ومسؤولين في تصرفاتهم وتصريحاتهم ترجمة نانسي قنقر